يعني أنا مش هكس في شازلي وهبتدي بخروج منشستر ينايتد شفت خروج منشستر ينايتد زي هل كان مفاجأة ولا كان متوقع؟ طيب هو بالنسبة للحالة الحالية لمنشستر ينايتد منشستر ينايتد في البرامير ليك في الدور الإنجليزي لعب 16 ماتش كسب 9 وخسر 7 هو الفريق الوحيد اللي ما تعدلش أبداً النتائج اللي بيحقق منشستر ينايتد نتائج مخيبة لجمهوره خصوصاً أنه بيجي دا الموسم الثاني اللي بيبدأوا المدرب الهولندي أرك تنهاج مع منشستر ينايتد من البداية آخرها هزمت قدام بورموث على أرضه في أول ترافرد ودي أول مرة في تاريخ منشستر ينايتد في حالة من عدم الراحة بالنسبة لكل ما له علاقة بالكورة في منشستر ينايتد منشستر ينايتد بيعاني من بعض التخبطات الإدارية خصوصاً أن في مرحلة من امتلاك نسبة من النادي من راكلف واحد من أغنى أغنياء بريطانيا وخلاص هما اتفقوا على الموضوع دا كان فيه زي منافسة على امتلاك نادي منشستر ينايتد وكان الجليزرز اللي هما ملاك منشستر ينايتد بيشوفوا الموضوع دا عامل إزاي دا عامل حالة من الألأة لكن لسه الصفقة لم تتم بشكل نهائي علشان كده لسه الدنيا مش مستقرة في منشستر ينايتد لكن دا جاي برضو بشكل متوازي مع النتائج السيئة لمانشستر ينايتد بالأداء السيئة لمانشستر ينايتد منشستر ينايتد بيحتل المركز الرابع في مجمواته وده ما حصلش من زمان جداً ما حصلش تريباً خالص الناحية التانية بقى برضو إنجلترا الموسم دوت في دوري أبطال أوروبا ناديين بيحتلوا المركز الرابع في مجمواتهم ففي ناديين من إنجلترا بيخرجوا من الشامبينز ليج وبيخرجوا من البطوات الأوروبية بشكل عام منشستر ينايتد ويليو كاسل ينايتد بعد الريمون تادات اللي حصلت مبارح في مباريات الأربع بالنسبة لمنشستر ينايتد في حالة من عدم الراحة بالنسبة لقط اللبس بالنسبة لللاعبين في خلاف ما بين اللاعبين هل أنا هقدر ألعب معتنا أجول؟ الجمهور حتى في مباراة بيرمينخ اللي خسرها منشستر ينايتد على أرضه 1-0 الجمهور كان بيهاجم اللعيبة بيزوموا على اللعيبة لكن الناحية التانية بيسقفوا لقيرك تنهاج فهنا في حلم الانقساب ما بين رأي الجمهور رد فعل الجمهور الناحية التانية في بقى كلام عن مفاوضات مع مدربين آخرين مثل جرهام بوتر كان مدرب تشلسي ومدرب رايتن كمان جولان لوب تيجي واحد مدربين الأسباني اللي ليهم خبرة في البرامير ليج ده غير فيه أكتر من اسم دلوقتي ما بيشتغلش وأثامي كبيرة جداً زيني دينزيدان زي أنطونيو كونتي زي هانسي فلك مدربين كبار فهل مانشستر يناتد وإدارة مانشستر يناتد هتوح ده جمهور كان بيشجع أيرك تنهاج فهنا فيه انقسام لكن تشجيع الجمهور لأيرك تنهاج برضو جاي بعكس ما يحدث على أرض الملعب نحن نتكلم في سبع هزيم منشستر ينايتد خسر 12 مرة هذا الموسم نتكلم في سبع في الدوري أربعة في الشامبينز ليج واحدة في الكارباوكا بالكأس الرابط الأندية المحترفة ما فيش أكتر من مانشستر هزيمة غير بيرلي في إنجلترا يونيون بيرلين في ألمانيا وألميريا في أسبانيا فهنا نتكلم في راكورد سلبي مش معتاد من مانشستر يناتد آه هو الفترة اللي فاتت ما بيحاول ينافس على الدوري لكن نتائجه غير مرضية بالنسبة طبعا لجمهوره اللي متحود على الفوز بالبرامير ليج والفوز بالبرامير ليج طيب تمام خلينا ناخد بس من كلامك نقطة صغيرة جدا وانت بتقول أنه فيه تخبط إداري في النادي كنا دائما بنسمع أن الأنديال كبيرة كده بيحاولوا يفصلوا ما يحدث في طبعا مجلس الإدارة وما بين اللعيبة أو أنه ما ينعكسش على اللعيبة لكن انت شايفين ده من العامل المؤثرة بالفعل على اللعيبة في المال طبعا واضح جدا وباين من المواسم اللي فاتت فيه حالة إدارية متخبطة فيه زي توجيه شكر لمسؤولين جوه منشستي نقطة بيحصل الناحية التانية كانت جون مارتوف هو المسؤول عن كرة القدم حاليا لسه هنشوف بقى جيم راكلف لما هيجي هو المفروض هيكون مسؤول عن ملف كرة القدم في منشستي نقطة هو اللي كان بيتفاوض مع آركت ناج وهو اللي نجح أنه يجيبه فعايز يثبت للإدارة الحالية أنه هو قراره كان سليم لكن النتائج اللي موجودة في الوقت الحالي بتقول غير كده خلص كمان منشستي نقطة يوم الحد الجاي عنده موقع صعبة جدا 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 قدام ليفر بول ليفر بول دلوقتي بيحتل قيمة البرامير ليج هيلعب في أنفلد في ملعب أنفلد ملعب ليفر بول فمباراة صعبة جدا جدا المباراة الأخيرة بين منشستي نقطة ليفر بول على ملعب أنفلد انتهت 7-0 وده كانت ساعتها ليفر بول بيمر بحالة ليست بالجايرة كمان والعكس منشستي نقطة كان بيمر بحالة كويسة فطبعا المباراة المراضي ليفر بول أول بيحتل القدمة في شيء غير متوقع بالنسبة متابعين البرامير ليج المنافسة كانوا بيقولوا ما بين منشستي سيتي وأرسنل دلوقتي ليفر بول هو الأول مع نويات عالية جدا تأهل للدور 16 من اليوروبا ليج خلاص ضمن التأهل هيلعب في مارس لسه مش هستنى بقى اللي جايين من الشامبينز ليج وهيلعبهم لا هو تأهل خلاص ضمن فرق النقاط يسمحه أنه هو خلاص هيلعب في دور 16 بشكل مباشر فالنهاردة مثلا ليفر بول هيلعب سانجيل وازل بالجيكي محمد صلاح هيبقى بره لسكواد خالص عايز يريحه عشان يورجين كلوب عايز يريحه عشان مباراة منشستي ناتل لأنها كلاسيكو انجلترا هو المباراة الأكبر في انجلترا فحالة من التخبط في منشستر نتائج سلبية خسراننا مع عقبو ماتشين وارا بعض واحد في البرامير ليج واحد في الشامبينز ليج قدام فريق هو بيحتل قمة البرامير ليج فالمباراة كنت صعبة جدا هنشوف ساعتها ردود فعل المسؤولين في منشستي ناتل تكون عاملة ازاي كمان في المفاجآات برضو سعود كابنهاجن الدنماركي دور الستوشر دي كانت واحدة من المفاجآت وفيه طبقات انه فيه ناس في توقع انه ممكن يقدر نواصد الربع نهائي ده بقى اللي نشوفه في القرع يوم الاثنين هو كابنهاجن هيقابل مين هو على الورق ونحن نتفرج على القرع دور المجموعات شايف انه سعود كابنهاجن شايف انه صدفة ولا الاداء فعلا يستحق لا اداءه جوه مباراة المجموعة كان يستحق جدا المنافس المباشر معه بالاسامي الموجودة كان جارة سرايا التركي هو نجح انه يتعادل مع جارة السرايا في تركيا اتنين اتنين وكان كذبان على فكرة في المباراة اتنين صفر لغاية اخر الدقايق في المباراة بس جارة السرايا كمان مش بصية يعني مش ضعيف لا مش ضعيف ابدا خصصا على ملعبه على ملعبه فريق قوي جدا 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 ولو جمهور كبير جدا في انه يكون متغلب عليه لغاية اخر ده المباراة اتنين صفر ويتعادل في الاخر اتنين اتنين ويكسبه في الدانمارك في كابنهاجن واحد صفر وبعد كده الريمونت ده اللي عمله على منشستر ينايتد انه يكسبه اربعة تلاتة بعد ما كان متأخر في النتيجة في كابنهاجن لا وتعادله كمان مع باير مينخ فده التعادل الوحيد لباير مينخ في المجموعة لا ده بيقول انه هو فعلا ادى مباراة قوية على مستوى المجموعة يستحق فعلا التأهل كل الاندية السبتاشر اللي تأهلوا للدور اللي بعد كده عونه سكستين او دور السبتاشر لا يستحقوا فعلا بالنتاج وبكل حاجة يعني مباراة واحنا نتفرج على باريس انجلمانو وبروسي دورتموند نتفرج على نيو كاسل وميلا والتغيرات اللي حصلت بين الشرطين الاول والتاني ناحية التانية في مجموعة برشلونة كان فيه منافسة كبيرة ما بين بورتو وشاختار والمباركة ما بينهم مباراة وانتهى بفوز بورتو فيقول لنا ان كل فريق تأهل هو فعلا يستحق التأهل طيب وهل كل فريق خرج بالفعل يستحق الخروج يعني بنتكلم برضو عن اشبيلية شفت ازاي اداء الفريق في المنافسة الاوروبية اشبيلية زي ما بيقولوا كده هو سيد الدوري الاوروبي وكانوا حتى بيتكلموا ان اشبيلية لا هو هيتعمد لدرجة نوع هيتعمد يخرج من شامبيونزيج عشان يروح اليوروباليج ويروح يكسب اليوروباليج كالعادة لكن اشبيلية السنة دي بيمر بحالة من التخبط كبيرة جدا جدا نتائجه في الدوري مش احسن حاجة اه في عودة كبيرة لنجمه القديم سالخي ورامس رجع تاني وطبعا ده يعني بيدي صلابة دفعية ولكن النتائج في الليجة والنتائج في الشامبيونز دي كانت غير مرضية طبعا بالنسبة لجمهوره الكبير اللي بيلعب على طول فيه هو حامل لقب الدوري الاوروبي وكان بيلعب السوبر الاوروبي قدام منشست سيتي وخسر بركلات الترجيح شفنا رحيل لحارس مرمى المغربي الكبير ياسين بونو راح للدوري السعودي راح نادي الهلال النتائج غير مرضية لجمهورة اشبلاء خرج تماما من المنافسات الاوروبية فهنشوف هل دي سبيل لمعالجة الامور بالنسبة لأشبلاء طبعا هي خروجه من المنافسات الاوروبية دي مفاجأة كبيرة جدا 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 وصال انه معتاد انه يلعب فيه لو مش في الشامبيونز ليج والادور الاقصال للشامبيونز ليج لا هو بيلعب في الاوروبا ليج وبيوصل للنهاية وبيفوز بالبطولة لو نرجع لاخر عشر سنين هو كاسبان يعني عدد لا بأس بيه ابدا من البطولة واطلقه عليه هو صاحب البطولة هو بابا الدوري الاوروبي فهو خرج تماما من الدوري الاوروبي ومن الشامبيونز ليج فطبعا دي اكيد هكون لقطة تحول بالنسبة للادارة في اشبلية اشبلية نادي كبير وعنده لعبين كبار جدا 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 فهنشوف الايام اللي جاية بالنسبة للأجوبالية هتصفر عن ايه تعدل ريال ساسيداد وانتر ميلا الفريقين الاكثر تمسوكا بالتأهل الاثنين الاقوى في المجموعة بتاعتهم ريال ساسيداد بيقدم مستويات مميزة جدا جدا في تشامبيونز ليج هو بقاله كان موسم بيقدم مستويات مميزة على مستوى الليج لا السنة دي كمان عامل مستويات مبهرة قدام انتر القوي جدا السنة دي انتر ميلان كمان السنة دي انتر ميلان تأهل نهاية شامبينز ليج السنة اللي فاتت وقدم مباراة عظيمة قدام منشستر سيتي خسر واحد صفر لكن كان الأقوى فيه المباراة كان الأفضل في المباراة على مستوى الأداء وعلى مستوى الأداء غير المتوقع من سيموني إنزاجي وحتى في الأخبار سيموني إنزاجي واحد من ثلاثة مرشح لأفضل مدرب هذا الموسم أو هذا العام انتر بيقدم مستوى قوي جدا في الدوري فواجه منافس قوي في المجموعة تأهل الاتنين تأهلوا يستحقوا التأهل عن جدارة فاحنا مستنيين بقى النتيجة اللي عملها ريال سوسيداد في المجموعات هنشوف بقى أفعالها في الأدوار الإقصائية وهنشوف القرعة هتودي ريال سوسيداد اللي هو الأول بالمناسبة هو الأول في مجموعته فهيقابل واحد من المستوى الثاني لو هارد من باريس سينجيمان أعتقد أنه ممكن ريال سوسيداد يروح لدور الثمانية طيب في بعض الناس شايفين أن البطولة دي هكون بتاعت ريال مدريد وشايفين طبعا بأداءه وصعوده بالعلامة الكاملة في دور المجموعات بيؤكد يعني من وجهة نظرهم من البطولة دي بتاعت ريال مدريد وجهة نظرك إيه في الموضوع ده؟ هو ريال مدريد برضو زي ما بيقول كده على إشباليه هو بابا دوري ريال مدريد هو الأكثر حظوصا داي دايما في كل موسم ريال مدريد هو نمرة واحد المرشح الأول لشامبيونز ديج تأهله بالعلامة الكاملة ده شيء عظيم جدا وغير متوقع بالمناسبة لأن إحنا شوفنا اللعيبة الخبرة زي كارين بانزمة مثلا اللي اعتمد على لوكا مودرش الكرواتي اللجم الكبير ما بقاش بالقوة طبعا لعوامل السن ولكن اللعيبة الشباب اللي موجودين زي جود بيلانجم اللي بيعمل أرقام عظيمة جدا مع ريال مدريد الموسم ده رودريجو وفينيسيس جونيور عاملين أداء مميز بس التأهل في دور المجموعات بالعلامة الكاملة ده مش علامة أبنا منشست سيتي بالمناسبة برو تأهل بالعلامة الكاملة كسب الست ماتشاط لكن بعد كده الأدور الإقصائية اللي بتحدد ريال مدريد كان في مواسم كتير بيكون بيحتل المركز التاني ولكن بعد كده بيدخل بقوة لغاية ما بيتأهل النهائي وبيفوز بالبطولة فإحنا كلنا مستنين للقرعة يوم الاثنين إن شاء الله هنشوف بقى ريال مدريد هيواجه مين من المستوى التاني أو أصحاب المركز التاني ريال مدريد مستوى يؤهله جداً إن هو يتأهل لأدوار بعيدة في دوري عبطال أوروبا وهو كمان في الدوري محقق نتائب مميزة جداً جداً هو يعني من إذا ومش الأول هي بيبقى التاني في الصراع هو بينه وبين جيرونا مفاجئة الأدوار أو دوريات الخمس الكبرى السنية دي جيرونا اللي حقق فوز كبير وغالي على برشلونة وبيحتل اللغة المركز أولوها ومفاجئة الموسم الأوروبي فريال مدريد ماشي بخطة ثابتة على مستوى المحلي وعلى مستوى القري نشوف بقى بعد كده لأن لسه بقى إحنا بنتكلم على الأدوار الإقصائية يكون إن شاء الله في شهر فبراير فمن هنا لفبراير الدنيا يحصل في عيدة اللي هنشوفه منشاست الستي هيقدر يحافظ على اللقب الموسم ده كمان ولا لا؟ أعتقد أنه صعب لأن لعبين بيحققوا كل حاجة في موسم محتاجين دوافع جديدة الدوافع الجديدة لغاية دلوقتي مش بين المانشست الستي على مستوى المحلي كمان أكتر من خسارة أكتر من عدم فوز بالنسبة لمنشست الستي في المباريات الأخيرة في البرامير ليج بيقابلوا أنه بيحقق على علامة الكاملة في دوري عبطال أوروبا برضو الفرصة هتكون سانح على أن لسه إحنا بنكلح نهاردة في ديسمبر ولسه إن شاء الله الأدوار الإقصائية في فبراير من هنا لفبراير هل باب جوارديولا هيقدر يجدد دوافع اللاعبين بالفوز بالدور الإنجليزي ينافس مع أرسلن مع ليبربول مع أستون فيلا في الوقت الحالي وبالنسبة للشامبيونز ديج هل هيبقى عندهم دوافع جديدة أنه هو يقدر يحافظ على اللقب للموسم التاني وهيكون إنجاز كبير جدا أنه يحقق اللقب للموسم التاني برضو لا نتفرج عليه منشستر سيتي بيمتلك لعيبة كبار جدا جدا علاوة على الغائبين زي كافن دي بروينا مثلا غايب من أول الموسم عودته يكون إضافة كبيرة جدا لمنشستر سيتي أكيد جوارديولا الوقت يقعد بيفكر أنا يعالج اللي بيحصل ده إزاي المشاكل اللي في الدوري كمان بالذات هيعالجها إزاي هزيمة من أستون فيلا مع تعادلات موجودة فهولتي بيحتل المركز الرابع فده لا يلق أبدا بي منشستر سيتي صاحب الألقاب البرامير ليج في السنين الستة الأخيرة خمس ألقاب فإنشاء كبير جدا إزاي هيجدد دوافع للعيبة اللي موجودة شوفنا مبارح لعيبة من الصف التاني تلعب ومقدة مبارك بيرة جدا مبارح قدام النجم الأحمر السوربي فهل ده هيكون دافع للعيبة الأساسيين إنهما يقدوا بشكل أفضل بنتكلم برضا على إيرلين هالند مصاب ما لعبش في الدوري وما لعبش مبارح طبعا في الشامبينز ليج بعد ما ضمنوا التأهل فهنشوف جوارديور إزاي هيتعامل مع الموقف الحارق بالنسبة له إنه هو مش تاني لا هو دلوقتي رابع حتى في البرامير ليج وكمان داخلين بقى في ديسمبر بيبقى المباريات كتيرة جدا في البوكسينج دي وما بعد البوكسينج دي أجازات ففي جولتين هيتلاعبوا في آخر خمس ست يام في ديسمبر فهنشوف الدنيا تبقى عاملة إزاي طيب روما الإيطالي هل انت شايف عنده فرص لسعود دور 16؟ هو روما لسه هيحدد بقى النهاردة إذا كان هو هيتأهل مباشرة لدور 16 ولا هيلعب البلاي اوفس مع القادمين من الشامبينز ليج روما مع مورينيو مقدم شكل كويس نوعا في الدوري ومقدم شكل كويس جدا كمان في اليوروبا ليج هل النهاردة يقدر يحسم احتلاله لقمة المجموعة؟ لأن احنا في اليوروبا ليج مفيش غير تلات أندية بس هم اللي حددوا وهم ضمنوا التأهل مباشرة لدور 16 ليفر بول باير ليفر كوزن وأتالانتا الإيطالي النهاردة روما عايز يحتل قمة المجموعة عشان يرايح دماغهم البلاي اوفس لأن البلاي اوفس لكون صعبة جدا لأن لما في احتمالية أواجه نادي زي بانفكا مثلا بانفكا من الأندية البرتغالية الكبيرة لعندها الخبرات في أوروبا عايز يبعد عن مواجهات البلاي اوفس ويروح على طول دور 16 فده هنشوفه هنتابعه النهاردة ان شاء الله حسنا سريعا جدا توقعتك ايه للأهلي بالاتحاد السعودي؟ ماتش صعب جدا 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 الحصوص 50-50 الأهلي عنده من الخبرات اللي يقدر يتخطى بها الاتحاد وليه تجارب كتير جدا مع المباريات الصعبة دي جمهوره هيكون سلاح كبير جدا في مبارات بكرة فمباراة صعبة على الأهلي ولكن أكيد هو مستعد بشكل قوي للمباراة اشتركوا في القناة